لم تقف صعوبة التضاريس ببلدية جريغر بولاية تبسا عائقا ذات يوم أمام علي ملكية من أجل استصلاح أرضه التي تتربع على 36 هكتارا إيمانا منه بأن الإرادة سبيل للوصول لجني المردود وهو اليوم يطالب الجهات المعنية تمكينه من الحصول على عقد امتياز لهذه المزرعة التي تنتفع منها عدة عائلات تعطية الوردين باركا أنا الفلاح ملكي علي بلدية جريغر دائرة بير مقدم وليت تبسا أنا هذه الأرض كانوا يخدموها جدود وبديتنا فيها الخدمة في 82 عندي قرار ولائي في عهد الثورة الزراعية مستفيد ب14 قطار ومن ثم وأنا نخدم ولد 36 قطار عندي قرار الوالي انتاع 2015 ولحد الساعة ما عنديش امتياز ما نجمش نكمل نزيد في الصزرة الحاجة لالفين صزرة وغلبت عندي ثلاثة عائلات تعيش هنا عندهم شهريتهم نخلص فيهم هما عايشين معي على كل حال ونا راني غلبت حبيت الامتياز باش نقدم للبانكا نكبر المشروع انتاعي عندي البير عندي 36 قطار عندي الفين صزرة مظمرة نطلب من الدولة تعطيني الامتياز نحن رانا خدمين اللهنة في الارضة ذي ورانا عايشين منها وعندنا سنوات فيها فهمتي وماذا بينا الدولة باش تعاوننا اللهنة باش نعيش ونحن ولادنا كل اللهنة في الارضة ذي وفي بلدي تقريغا الارضة ذي رانا نسترزقوا منها عند علي ملكية رانا ببعيلات نكلوا منها في الخبز رانا استثمار ورانا يستجرى التعزيتون ورانا نخدموا فيها يعني والحمد لله وماذا بينا نطلبهم للسلطات يعاونوا باش يجعطونا للورقية التاحة الحمد لله لكل حال عنا الارضة كبيرة مساحة يعني اكثر ما تصور انت نطلبوا مثلا هو ذرب ذرب هو يحب الامكانيات تعاونوا برشة خدامة ما شاء الله بقت الامي عليرة هو يطالب بتسويت وضعيته الوثائقية يعني باش يساعد الامال تاعوا يعني على الاقل لا يسيري يعملي كذا عدة عائلات تسترزق من هنا